السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا جميعا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشقة دي للاجار مفروشة في اسكندرية العجم الهانوفيل بجد الشقة دي كموقع وفرش تحفة جدا الشقة دلوقتي للاجار يعني من النهاردة كده موجودة للاجار سواء باليوم او بالشهر والاجار بجد كموقع وعفش وكل حاجة فعلا اللقطة والسعر زي ما هو ما بيتغيرش فبجد المكان والموقع فرصة بجد للمصايف بقى واللي عايز يصايف في اسكندرية والرحلات وكل حاجة كمان تابع معايا النهاردة الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله بداية الشقة دي مساحتها 100 متر هي عبارة عن اتنين من الغرف كل غرفة فيها اتنين سرير وده اول ما بندخل باب الشقة بيقابلنا ريسيبشن مساحته ما شاء الله تبارك الله اللي عجبني ان الفرش كله جديد حالة الشقة حالة مميزة جدا ممتازة التلاجة زي ما انتم شايفين حالتها كويسة جدا تلاجة جديدة فيها غاز كمان ويعني اللي بييجي الشقة بيقجرها مش بيجيب غرشنطة هدومه بس مش بيجيب حاجة تاني معا دي غسالة اهي حالتها طبعا كويسة جدا اللي هي الغسالة الفوق اوتوماتيك البتو جاز موجود اه طبعا فيها ميا فيها كهربا اه اللي هو العداد الاديم اه والشكل المطبخ اهو ده مفتوح على الريسيبشن والريسيبشن زي ما انتم شايفين شكله دهنات الشقة وتشتبطها حلوة جدا دي زي ترابيزة كده وكام كرسي اعتبر صفرة صغيرة في الريسيبشن جنب المطبخ على طول طبعا فيها شاشة فيها مكنسة فيها كل حاجة يعني كل حاجة موجودة والعفش حالته كويسة جدا عفش كله جديد الفرش كله مميز حلوة اوي اه هنا دي اهي شاشة دهنات الشقة كلها جديدة طبعا هنا دي ركنة في انتريه والبلكونة بتبصلنا على البحر كمان ودي الغرفة من الغرف اللي موجودة في الشقة اه كل غرفة موجود فيها اتنين سرير وكمان الفرش بتاعته حلوة اوي كله فرش جديد فيها طبعا شباك هنا وفيها دولاب وفيها مروحة وده الدولاب اللي موجودة فيه الغرفة هنا ده شكل الريسبشن بنرجع نبص ليه تاني كمان وهوريكم الغرفة التانية ده شكل البلكونة او الطرس الشقة دي يا جماعة في الدور السابع الشقة دي في الدور السابع والعمارة تسع ادوار طبعا فيه اصنصير في كافة الخدمات متاحة في كل المحلات تحت العمارة اي خدمات موجودة في محلات اكلات في مشويات في كل حاجة يعني الخدمات كلها متاحة اه جنب الشقة اه فيه بواب كمان للعمارة فيه اتحاد ملاك لمراعات كل حاجة يعني اللي خاصة بالصيانة او اي حاجة موجودة يعني فيه اتحاد ملاك كمان موجود فيه اه العمارة اه بتتأجر يا جماعة باليوم او بالشهر اه دي في اسكندرية الهانوفيل العجمي شاطئ الهانوفيل مواصلاتها بتكون سهلة جدا فيه كمان اللي عايز يروح من محطة مصر او سيدي جابر بيوصل للعجم وبعد كده فيه عربيات سوزوك صغيرة اسمها العروسة او التمنية حاجة زي كده بتوصلك على طول المفتاح جماعة موجود هناك للي عايز تأجر سواء ايجار يومي او شهري واللي عايز يروح كمصيف طبعا متاحة الشقة دي طبعا انا بنزلها كل مرة على اساس ان هي بتتأجر ولما بتكون فاضية وعايزة ايجار بنزلها لكم مرة تانية مطلوب في الشقة 2000 جنيه ايجار في الشهر مطلوب 2000 جنيه واللي عايز كمان باليوم مطلوب كمان 200 جنيه صاحبة الشقة بصراحة ست محترمة جدا كويسة قوي يعني السعر انا بنزلها برضو من فترة كانت نفس السعر 2000 جنيه فبجد يعني تحية لها مش بتزود في الاسعار زي ببقيت الناس بتزود الشقة حالتها كويسة جدا هي سبتة على نفس السعر 2000 جنيه يا جماعة في الشهر بجد فرصة واتحدى ان تلاقوا سعر بالسعر ده يعني اتحدى ان انتوا تلاقوا شقة بالمواصفات دي والشكل ده طبعا الحمام مساحته كبيرة زي ما انتوا شايفين فيها بنيو فيها المية طبعا موجودة فبأمانة الشقة قموقع وعافش وكل حاجة تحفى بجد الموقع والشقة سعرها بجد لقطة لو بتتأجر باليوم يعني اللي عايز ياخدها يوم يومين تلاتة كده الكلام ده كله بتتأجر ب200 جنيه وكمان الست بتبقى قبلة للتفاوض يعني بتتفاوض كمان في السعر فبأمانة الشقة قموقع وسعر كمان مميز يعتبر ارخص سعر ممكن تشوفو جدا خلصنا مواصفات الشقة كلها وبيانتها الشقة برجع اقول لكم تاني الشقة دي للاجار مفروشة فرشها كله جديد مساحتها 100 متر عبارة عن غرفتين ريسيبشان كبير فيها كل حاجة اللي بيروح بياخد شنطة هدومه بس مش بيجيب اي حاجة تاني معاه كل حاجة متاحة في الشقة يعتبر قريبة جدا من البحر بتبصنا على شاطئ الهانوفيل في العجمي الشقة دي في الدور السابع لعمارة تسع ادوار طبعا فيه اصنصير فيه اتحاد ملاك فيه بواب وامن للعمارة 24 ساعة كده خلصنا موصفات الشقة وبيانتها كل حاجة متاحة موجودة اللي عنده اي استفصال يكتبلي في الكومنتات انا برد على كل الاسئلة اللي تخص اي تعليقات وكمان اللي عنده شقة للبيع للاجار فيلا اي عقار يبعتلي تصوير متصور لها بالعرض والتفاصيل والسعر بدون مبالغة في الاسعار واي تعليق اكتبولي في الكومنتات الرقم للتواصل للجديين انا بسيب الرقم تحت صندوق الوصف يا جماعة عند كلمة المزيد اللي هي موجودة تحت العنوان بسيب رقم التليفون وكده خلصنا موصفات الشقة وبيانتها وكل حاجة تخص الشقة بتاعتنا النهاردة بالجد فرصة للعايز يصير مع السلامة وفي حفظ الله واستنون الفيديو الجاي ان شاء الله وفي امان الله